طبعين إيه والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إذا لم يعصم من السحر وعلى إيد يهودي زنديق ملح مثل هذا وين العصم الآن وتصديق لقول الكفار أنه مشحور صحيح؟ لذلك في علماء كبار قال لك هذا لا نقبله مخاري ليس مخاري لا نقبله الجساز قال لك هذا من وضع الملاحدة ملح الزنديق دس هذا الحديث للأسف بعض المتنطعين المتعنتين لا ممكن يطلق فتوى بالتكفير في حقما أنكر حديثا صحيحا في الصحيح أو في الصحيحين وهذا لا يجوز غير صحيح لا يمكن التكفير لابد فيه من قواطع لابد فيه من قواطع وهذا لم ينكر حتى قاطع من القواطع أنكر حديث أحد وإذا ردت أن تكفر منطعا في أحاد أو شكك في أحاد أو جدل في أحاد ستقع في ورطة لا مخلصة منها لماذا؟ لأن أول من فعل هذا أمهات المؤمنين والصحابة والأمثلة بالعشرات وفي الصحيحين أيضا ماذا تفعل الآن؟ تكفرهم؟ تكذبهم؟ تبرط أنت كما فعل هذا عشرات العيم الكبار من علماء أهل السنة والجماعة كما تفضت مثلا موقف الرازي من حديث كذبات إبراليم موقف أبي بكر جصاص مجتهد الحنفية من حديث سحر النبي قال هذا من وضع الملاحظة الزنادقة والحديث في البخاري من حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة خالته طبعا العروة ابن الزبير والزبير يزوج أسماء وأسماء أخت عائشة لكن العجيب هذا الحديث فرد لم يروه إلا هذا وإلا هذا وعن عائشة فقط وهو مما تتوافر الدواعي على نقله أي لما فيها هذه الفرادة هذا بعث على الشك ثم هو بظاهر مخالف لنص كتاب الله إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الله ذكرها في معرض تكذيبهم وعجب وعجب من قولهم وعجب أي من قولهم كيف الآن تأتوننا بحديث وتقول هو البخائر للأسف الشديد من حديث عائشة يؤكد أن نلين عم بسحر ثم اختلف في مدة سحره حتى بلغ بها بعضهم ستة أشهر بعضهم أكثر بعضهم أقل وأن النبي ضعف وذوى فيها وصارك الفرخ وأيضا صح أنه كان يتخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله وأنه أتى أهله وما أتى أهله لا إله إلا الله كيف طبعين والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إذا لم يعصم من السحر وعلى إيد يهودي زنديق مثل هذا وين العصم الآن وتصديق لقول الكفار أنه مشحور صحيح لذلك في علماء كبار قال لك هذا لا نقبله مخاري ليس مخاري لا نقبله الجساس قال لك هذا من وضع الملاحدة ملحى الزنديق هذا الحديث للأسف يعني تطرق ربما إلى صحيح البخاري ونفد لا ندري كيف لكن لا يأتيك عدما يكفر إذا انكرت سحر النبي واتبعت هؤلاء الأمة يكفرك هذا جاهل متهور موضوع ما فيه تكفير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر